هنعمل كريب محشي بالطمر وحنشوف هنعمله إزاي يعني إيه الحدوتة دي الطمر هيكون طري مش طمر ناشف يعني طمري طري ومنزوع البزرق طبعا يا معايا كريب ومعايا الطمر معايا عصير لمون ومعايا جنزبيل بودرة ومعايا جبنا موزاريلا أفضل هتكون مبشورة أو هتقطعوها صغير أو لو كانت هتبقى ستيكس يعني صعوبة كده برضو تقطعوها ما تبقاش تخينة قوي أوكي عشان كل ده هيتخلط مع بعضه تمام وبعدين بعمل له سوس من الكريمة الطهي أوكي وعليها بطين سفار بطين يعني كل أنا حاطت كوبايتين عليهم سفار بطين يعني كوباية هيبقى سفار بيضة واحدة ومعلقتين عسل برضو لو كوباية بقى معلقة عسل بس معلقة يعني محتاربة وشوية قرنفل تمام؟ أوكي كده علشان برضو هحط له عصير لمون معلقتين كده مثلا ونشوف الدنيا عاملة زي الأول أوكي وكل ما يحتاج هتديله وبعدين برضو إيه الجنزبيل يعني إيه معلقة صغيرة كده اللي سنونة أوكي بعد ما أخلط الكلام ده أبتدي أحط له الموتزاريلا نخلط الكلام ده كده مع بعض ونشوف هيديني إيه عشان إنتوا إيه تبقوا يعني ملاحظين العملية معنا أوكي وحنقلب وحشوة حلوة يعني يعجينا حشوة حلوة كده هو اوكي كده هو اوكي ادي واحدة اوهو اللي يتبقى يتبقى وحط لامون بدل الميا يعني السائل السائل اللي هتخليها ايه اوكي كده هون وبعدين كده 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 انا عندي الكريمة وهنحط عليها شو اسمه اهو سفر البيض ونقلب هكذا سفر البيض ماشي يا عم العسل انا افضل العسل يبقى عسل برسيم علشان ما يبقاش له طعم غير انه عسل يعني مش عايزوا يبقى مثلا اه موالح او حبة البركة او اتادر حاجات اللي فتبع دي مهم مهم الرنفي اللي كنباين يعني يلا بينا تعال هناخد لش 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 وبعدين نشي با